مرحبا بكم ان شاء الله تكونوا في صحب خير وعافية مرحبا بكم في فيديو جديد كيف ما تشوفوا اليوم باش نعملوا حاجة تونسية زمنية بنينة برشا والتوينس الكل اللي يحبوها اللي هي الملوخية التونسية باش نوريكم الطريقة كيفاش تطيبوها وكيفاش يجيكم بنينة وفاوحة بالحق ملوخية تونسية على وصولها وبطبيعة اللي يقول ملوخية يقول خبز طابونا واذا هي حاجة معروفة عند الناس الكل اللي الطيبة ملوخية تمشي ديريك تشري الخبز الطابونا اما المرة هي دي الخبز الطابونا باش نعملوه في الدار في الفور وتقول شعلي طيب في الجوجة حاجة تعمل 66 كيف وبنينا برشا برشا الملوخية راه يطلب من اخت جزائرية قتلي اعمل لنا ملوخية تونسية هني خلط بخاطرك ان شاء الله تعجبك الوصفة اللي انا عملتها وان شاء الله تجربها ومتأكدة اذا كانت تجربها راكب باش تشبع بالبنة متاحة والريحة الفوحة في الدار تبرك الله وماشاء الله حاجة تعمل 66 كيف وكيف ما تشوفوا الخبز متاعنا بنين زادة برشا برشا وخفيف وتقول شعلي طيب في الجوجة شفوه كيفيش بشو ماليكم التاريقة واللي اذا تحب تتفرج في الفيديو متاع خبز الطابونا اراه وعندي اليان تحط لكم اليان في صندوق الوصف متاع فيديو خبز الطابونا من اجسكا زيت نبدو باسم الليل هنا المقادير متاع الملوخية متاعنا الملوخية راني نكيلها بالمغارفة انتوما تنجمو توزنو على راحتكم اما انا ما اخذتها قاعدة اللي كل مغارفة متاع ملوخية تعملي سحن من بعض متاع ملوخية معناها نحسب قدش من مغارفة ونكيل باهم انا لنا عملت عشرة مغارف متاع ملوخية اخذت عليهم نصف ايتر متاع زيت نباتي واخذت عليهم ميتين مليلتر زيت زيتونة نجمو تعملوا راه والكل زيت زيتونة اما انا بحكم طوائل زيت زيتونة غالي ما حبيتش نصعبها عليكم الي يقدر بش يعملها لكل هاي زيت زيتونة وراه يجيه بنينة بنينة برشة برشة وما جيهوش قوية وجيه تعمل ستة وستين كيف اما الي ما نجمشي نجم يحط هكا زيت نباتي ويحط معاها شوية زيت زيتونة هو اللي بش يزيدها بنا على بنا كيف ما قلت لكم انا لهنا يعملت عشرة مغارفة ملوخية جيوني تقريبا بالميزين بالنسبة الناس اللي يحبوا على الميزين 135 جرام حاجة كيف انها كيف ما تشوفوا حتيت الزيت عالبارد راني ما نحطوش على الغاز الطريقة هايذي ما تعلمتها على امي وعلى مماتي طريقة زمنية راه مية بالمية هايذي الطريقة الصحيحة كيفاش تتيب لملوخية طو قاعد نشوفي برشة طرق لملوخية قاعدة تتيب فيسع تحذر فيسع تتشوفوا الفحات اللي بش نحطهم حاجة راهي سهلة بش نعمل هي لكم بطريقة بسيتة اذا تصدقوني اي مرات نرجمة طيب الملوخية ومستحيل تقول راهي الملوخية السعيب عليها الهني كيف ما تشوفوا قاعدة نحل في الملوخية في الزيت عالبارد مزات ما حتيتيش على الغازة نحل اكلك عبر كل هذيك باش من بعد ما تلسقش في قاعم بتاع التنجرة وتشدلي الملوخية دي ما مضى بيكم طيبوها في مععون كبير كيف ما اينا طوال اهني طيب فيها في مقفول اي حاجة مهمة كبيرة خطر الملوخية راهي يلزمها تاخو غرضها في الثياب الهني كيف ما تشوفوا القازة هكا شعلتوا باش نقص فيها على الاخر ما را ملولا على نار هادية ومانيش باش نقليها برشارة واذا كنت قليوا الملوخية برشارة برشارة هي تسيب مطعم المرارة ويجيكم من بعد مرة ومتجيكم شبنينة الهني يجو استراني قاعدة انخلط فيها هكاكا والماء بتبيعها قاعد يسخن انا الهني خذيت ثلاثة اترات ماء ثلاثة اترات ماء حتيتهم يسخن ويلزم الماء متاعي يكون يغلي نكمل الهني شفتوا كيفش هي الملوخية عمت اكل كشكوشي هذيك منفوق را ما هيش باش توصل انها تغلي جس اكل كشكوشي هذيك منفوق وانا باش نصب عليها شوية ما سخون الماء را هو يغلي ناكد عليكم الماء ريتوها كيفش ديريكت هي غليت الماء يجب يكون يغلي بيه الماء لولا ما تخافوش كيفش تتلم هكاكا وبش تولي ارزينة وتقولوا راهي سايما نش هتشلق نقعد هكاكا نخلط فيها شوية لا هني باش نخليها تغلي شوية مدة بريسك خمسة دقايق مش برشة حاجة قليلة ريتوها كيفش تلمت لكلها ولا تقولش عليها عجينة ما تخافوش منها تتقلى شوية اكاها ومن بعد راني باش نصب عليها الكونتيتين كلها متاع الماء مع بعضها طبعوا الطريقة بالضبط بالتفصيل صدقوني هذي الطريقة الاصلية الزمنية متاعنا في الملوخية اللي يعملوها قبل جدودنا واميتنا الطريقة الصحيحة وشوفوا الملوخية كيفش يديكم فيوها وبنينا تعمل 66 كيف ريتو الهني كيفش صبيت الماء توانحلها هكيكا شوية وتتحل راهي بسهولة ما هيش باش تقعد راهي هكيكا عاملك عابر الهني توسي حالة الملوخية الكل و باش نخليها تتيب على روحها في الوقت اذي انا باش نفوح الحم الحمري ما نفوحوش من قبل نفوحو في نهارها لهني خديط مغرفة كبيرة متاع فلفل زينة مغرفة كبيرة متاع تابل نص مغرفة متاع ملح ردوا بيكم متملحوا الملوخية برشا راهي ديكم ملحة مغرفة كبيرة متاع هريسة عربي زوز روس متاع ثوم والهني يوريقات متاع رند ثلاثة قرور فلفل شيحين و شوية ماء شفتوا اللفاحات متاعنا سهلين وبساط انا الملوخية ما نحطش فيها لنعنيع لفلفل اخضر لطمط معجونة لا حتى شاي هذو ما لكلهم انا نحسهم حاجات زادوهم تواز زيادة هذي الملوخية متاعنا الاصلية الزمنية الهني باش ناخو نص الكونتيتي هذي كمتاع السوم بقدر تقريبا راس السوم خاطر الملوخية راي تحب السوم برشا برشا الرند والفلفل هذيك للشيح وبقية السوم راني مانيش باش نحطهم توا ما نحطهم اش ملول خاطر اذا كانت تحطوا الرند ملول خاطر اذا باش يسايب مطعم الملوخية خاطر هي باش تقعد تتيب برشا برشا الهني عندي انا الكونتيتيتين متاع الحمب ريس كرتل انتوما تعنوا على قد ما تقدروا اللي يساعدكم انتوما اذيك الراس متاع السوم رحيته كيف ما شفته حتي تعليها الملح الفلفل زينة والتابل وحتيت نص مغرفة متاع هريسة حليت النص الاخر وحتيت شوية ماء باش نحل بيه اكل في فيح هذيك وندخله بمليح في وسط الحمب انا صدقوني كنتبعة كنتشوف امي اللي تعلمت عليها الملوخية وملوخيتها بالحق بنينا برشا برشا منيش نشكر فيها اما بالحق بشهدة الناس الكل اللي يذوق عندها الملوخية يقولها ما بنها الملوخية صدقوني تحط الملوخية السباح ستة متاع السباح تركبها وتمشي من بعض الجزار تشري الحمب تفوحه وتحطه في نهاره ولا تحطه قبل بنهار في فريجي دي لا تخليه لحد شاي سر البنة متاع الملوخية هو الفحم تاعك اكهو خليتوا بتبيع غاديك اقعد بريسك ساعتيين هكيكا مدام هي طابط الملوخية بعد ساعتيين ما طابط الملوخية انا بش نحطه والحم بعد ما هو اتفوح وخليتوا قعد ساعتين في وسط الفحم تاعه ما اكثرش ساعتين اكهو اني قلت لكم لنحطوا في فريجي دي قبل البليلة لا حتى شاي توا شفتوه الماكي فيش نقص هذيك متاع الملوخية وصل للنص بريسك هذي بعد ساعتين بالمونجي لراهو وبالتبع اكد عليكم اللي كل مره راهو تقعدوا تحركوا فيها متغفلوش عليها لا تتحرك النار راني مخاليت هيش خفيفة على الاخر راني راديتها بريسك قريبة المتوسطة ما هيش متوسطة النار اما قريبة شوية خطر اذا كان بش تخلوها النار خفيفة بش تاخو منكم بارشا وقتها كيكا متخافوش منها هي مزل فيها الماء راهي متشدش في التنجرة انتوما كل مره تحركوها مش بش نقولكم اينا كل ربع ساعة كل نص ساعة المهم تدخل انت للكوجينا حركها متغفلش عليها وكهو حاتيتك كيف ما تشوفوها كيكا الحم وخليتها تتيب على روحها انا في الوقت اذا انا طوي بش نحط نعمل خبز الطابونة خذت كونتيتين متاع السميد نفس هالكونتيتين متاع الفارينة انا عملت كيلو سميدة علي كيلو فارينة عملت كونتيتين كبيرة باركلة حتيت عليهم خمسة مغارف متاع زيت زيتونة بالتبيعة كيف ما تعرفو خبز الطابونة بصراحة يبنوا زيت زيتونة اللي ما عندهاش تعمل زيت نباتي ما يقلقش طوي لهنا حتيت مغارفتين كبار متاع خميرة ومغارفتين كبار متاع سكر حترت طاقس بارد كيف ما تعرفو ودي جاه من بعد راهو قعد لي شوية كي حليت ورا ما خمير ليش بالقديز ربط به شوية كان جت الدنيا سخونة نستعمل اقل لراني خميرة لهنا كيف ما تشوفو حلتك الخميرة هذيك والسكر بشوية ما يدافي وطوي بش نقعد نزيد في الماء الدافي بشوية ولم كيف ما قلت لكم ان الكونتيتين هي كبيرة اللي عملتها تنجمو انتو ما تعملوا نص الكمية هذي معناها ارتال السميدة لي ارتال فارينة طوي بش نحط لهنا الفحات متاع الخبز حتيت انا شوية سينو شوية بسباس وحتيت مغارفة كبيرة متاع ملح وطوي بش نعجنها ولمها لماء بتبيعة خطر الكونتيتين كبيرة قسمتها على اثنين ووعجنتها وكيف ما قلت لكم راهو عندي فيديو متاع خبز طابونة بالتفصيل كيف يشتخدموه ملو للاخر نحطه لكم في صندوق الوصف شوفوه بالحق راهو خبز طابونة يعمل ستة وستين كيف كملت لهنا عشانتها كيف ما شفتو جبت الصحفة متاعي ادهنتها بشوية زيت وباش نحط العجينة متاعي وندهنها زدهية بشوية زيت ونغطيها ونخليها تخمر على راحتها حالتها انا بريسك ساعة وربعة كيف ما قلت لكم بخاطر راهو التقس بيرد شوية اذا كعليش رايخ ذيت لي شوية وقت من بعد توا باش نشوف العجينة متاعي خمرت شوفو كيفيش بش نوريهي لكم راهي خمرت ببرك الله وماشالله توا باش ناحي ايك الجاز اللي فيها هذيك نهبط الهوائي اللي فيها الكل وباش نحطها عرخامة ونقسمها سيهل الطريقة ما فيها حتى شيء اما صدقوني من بعد شوفوا طريقة كيفيش بش نطيب انطيب الخبز طابونة هذيك السر كيفيش بش يجيكم الخبز كورش علي طيب في الجوجة برشا الناس يقودوا لها جوجة وبرشا الناس يقودوا لها طاب وانا كل واحد كيفيش يقول لها لانا اقسمتها على اثنين كيف ما شفتوا وطاو باش نقسمها هكاكا انا الخبزة اعمالتهم عني كبار شوية معنية مهمش صغيرين ومهمش متوسطين وانتم اول حجم اللي يساعدكم كيف ما تحبوا نقسمها لكل هكاكا نحاول نقسمهم قد بعضهم مش مشكل راهو حتى كان جيت كعبة اكبر من كعبة تعمل فيها لدارك ما هيش مشكلة المهم نقسم الفائدة من بعد في البنة والخفة متاع الخبز لهنا يلم كل واحدة هكاكا نحاول اللمها مليح ونسكرها مليح مليح باش من بعد الخبزة متانا ما تتحلش كيف نحطوها في الفور التيب نتصور هذي انسي الكل تعرف تعملها حاجة سهلة ما فيها حتى شي لمها لمانها هكاكا وباتبع انا حذرت مندي لنذيفها هيكا بحذية باش نحط عليها الخبزة متاعي نخليهم يرتاحوا شوية من فا حكاية بريسك هكا درجين ربع ساعة اريتوهم كيفيش نغطيهم ديما نأكد عليكم تغطيوا العجينة ما تخليوا هيش تقعد عرينا تعمل اكل كوش اليابسي هذي كموفوك طيب كيفما شفتو اه هاو كانت ضد الحجم متاحهم شوية طيب الهني جبتهم باش نحلهم شوفوا العجينة قاديشها سوبل وقاديشها ليس بالحق تتحل البليدين اكا هاو المهم انكم ترتحوها العجينة ما تخدموهاش دير اكت تنجمو تحلوها انتوما بالقلقاء العادي ما اينا كيفما تشوفوا راني قاعدة نحل فيها جوست بيدي اكا هاو قاعدة تتوع فيها عن الاخر اينا كيفما قلتوكم اعملتو مره الحجم متاحهم كبير بايه خاطر ديجا باش نعادي وبيهم معنين الاني الخشن شفتو كيفاش مهمشي خشين برشا ومهمشي جويدين برشا زيدا ديجا احنا باش نخلوها راهي باش تعاود تخمر مرة اخرى لنا باش نعاود نحل معاكم كعبة اخرى شفتو كيفاش تحلوا بالكف متعليدين حاولوا بالكف متعليدين باش يديكم بعد مسقولة من فوق وديكم مزينا وكيف كيف طوا باش نحطهم فوق من جيلة متاكو جيلة نظيفة ومنغطيها ومنخليهم يخملوا ربوع ساعة مدام انا الفور متاعي اسخن اللي ملوخية متاعي لنا طابط وقريب باش نطفي عليها معنا في الربوع ساعة الاخرى اللي انا باش نطفي عليها القاز لهنا اينا طوا باش نهارل ساكررس متاع فثومي الاقعد والمغرفة الكبيرة متاع التابل وحتيتهم اللي غالب السيكونس ريتقصتلي اه تنحاتلي متالي فون لهنا حتيت اكل جرون الفلفل هيدو كميشي حيحي وورقة الرند والتابل والفوم في الربوع ساعة الاخرى معنا خليهم يتيبوا اربوع ساعة اكهو ونطفي عليهم القاز نملوخية متاعنا سايد طابط حاضر الخبز بتبيعة خمر كيف ما تشوفوا الهنا نوريكم الطريقة كيفاش باش طيبوا في الفور الفور متاعي قعد يسخن على اقصى درجة متاع الحرارة متاع الفور معنا هي انا عندي نحطه في الماكس اكثر حاجة عندك في الفور ويزمو يسخن مليح مليه لهنا بلت الخبزة كيف ما تشوفوها كيكا بالماء ليش قلت لكم نفس الطريقة اللي طيبها تقولش عليك الطيف الخبز في الجوجة بالضبط نقبها كيكا بالفرشيتا ومن بعد شوفو الطريقة الهنا كيفاش انا حاته اتبق متاع الفور اتبق رهو قاعد يسخن زده هو في الفور مهوش البره اتبق مقلوب شفتوها كيكا على وجهه وراو يمينيش نطيب معنيها في الفاس متاعو الدخليني في الفاس البراني هذيكا ومتخافوش راهي مايش باش تلسق لكم الخبزة ردوا بلكم بركة كيبدا تبق راو سخون برشة اجبدوا بحاجة كيكا وشوفو كيفاش نهزها الهنا الخبزة تتهز معايا راهي بصورتين ما قلت لكم تقولش عليها طيبا في الجوجة وما حبيش نطيب عليكم انا الفيديو برشة اما راهو عندي الفيديو تبعوه صدقوني راهو بالتفصيل كيفاش الطيب الخبزة طابونا بالضبط الملوخية متاعي طابت كيف ما تشوفوا نوتكم ومنشاهيكم الريحة فيوحة تبارك الله ومشالله بنا على بنا بالحق تجيكم بنا 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 جربوا الطريقة هذي كيف ما قلت لكم لنحط فيها انا لقمط معجونة لفلف الأخضر لنعني عشيح ايكا لحكايتي هذوكم الزيدين اللي قلت انا ما نحطهم شوفتوا لفحات متيحة رمبسات حاجة معناها قليلة اما راه يجيكم بنا 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 ما نحكي لكمش والخبز متاعنا كيف ما تشوفوا يجيكم تريب بنين خفيف شوفتوا اكل البلايس هذوكم من فوق راني خطر انا ما خليتوش من بعد ما فطرتو ما خليتوش اخمر زربت شوية خطر ما عاش وقت على الفطور اما انتو ما كتخلو راهو يخمر ديجا راهو يجيكم منظروا مزيين تحفون برشة برشة وبنين برشة برشة محطة رو ما اخمروش مع بعض مبنكدي اما راهو جئ بنين عن الاخر وملوخية تونسية زمنية معاها خبز طابونة عربي تقولش علي طائب في الجوجة بنة على بنة شوفوا الخبز كيفيش فرغ من داخل خفيف 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 شوفتو كيفيش تقولش علي بالحق طيب في الوجه شوفتو كيفيش كي تطيبوه معنية علفاس لاخر متاع تبق هذيك اللورت براه وميجيكم مش هكيكا ميجيش بالطريقة هذيكا ميجيش بالبنة هذيكا بنا على بنا انوتكم ومن شاهيكم ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم ان شاء الله هتجربوها الوصفة ومتأكدة اللي ما كومش بش تندمو بش تعجبكم برشا برشا وطوما بقالي كيفيش نقولكم بسلامة و ونتلقوه في فيديو جديد ان شاء الله